بنقاط الجولة الماضية استقبلت اتحاد بالعباس المكتفي بخمس نقاط منذ انطلاقة الموسم في مباراة نادارها الدولي لحلو بن برهم المحليون لم يمهلوا ضيوفهم طويلا ليعلنوا عن نواياهم في هذا اللقاء ومنذ الدقيقة الاولى في هذه الكرة التي كادت ان تغالط حارس الاتحاد اربع دقائق بعدها فرحي يأخذ وقته في ترتيب الوضعية ليختار الزاوية اليمنى من الاطار موقعا هدفا بهذه الكيفية عاجز الحال سغول عن التصدي لها الاتحاد اكتفى بالرد عبر هذه الكرة الثابتة لتواصل شباب تصور حملتها الهجومية باعتماد مختلف انواع الحلول المهارية الا ان فرحي جاليت وحتى بكاكشي لم يحارفهم الحظ في استغلال هذه الفرص التي كان اخرها في هذا الشوط بقدم زيد حمزة الشوط الثاني دخله الفريقان دون تغييرات وغير بعيد عن بدايته ضربة جزاء يعلنها الحكم بن براهم الذي كان قريبا من اللمس بليت نفذها وافلح في مغالطة حارس الاتحاد جاليت مصطفى موقعا ثاني اهداف اللقاء مباشرة بعدها يحيى شريف وصلته هذه الهدية الى انه ضيع فرصة تحويلها رتم المقابلة تراجع نسبيا الشبيب سيلت المقابلة والاتحاد اكتفى بالدفاع ولم يخلق فرصا للتهديف باستثناء بعض المحاولات وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها بهذه النتيجة بكاكش ابراهيم الخليل المدافع ومن زاوية مغلقة غلط الجميع بما فيهم الحارس البديل لتصل كرته الى الشباك موقعا ثلثة اهداف اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة حققت فيها الشبيبة الاهم معنويا وفنيا امام اتحاد بالعباس الذي لم يقدم في هذه المباراة ما يشفع له للعودة بشيء من الزاد في هذه الخرجة الى بشار